بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً أصدقائي أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب لمعرفة أهم أخبار نادي القرن وأهم لاعبيه الجدد أشرف داري ينضم إلى الأهلي تغيير قواعد اللعبة انضمام أشرف داري إلى الأهلي المصري ماذا يعني هذا للنادي وللدور المصري؟ لقطات لأشرف داري وهو يلعب ويحتفل بأهدافه مرحباً يا أبطال اليوم جايب لكم خبر ناري لعب مغربي جديد ينضم للعملاق المصري نعم أكيد عرفته عن مين بتكلم أشرف داري المدافع المبدع انضم رسمياً للنادي الأهلي المصري هنستعرض معاكم كل التفاصيل وأهم التوقعات وكيف هذه الصفقة ممكن تغير من شكل الدور المصري بالكامل من هو أشرف داري؟ لقطات لمهارات وأداء أشرف داري في المباريات السابقة أولاً خلينا نتعرف على أشرف داري اللاعب اللي كل عشاق الكرة في المغرب والعالم العربي يعرفوه داري هو مدافع صلب موليد 1999 بدأ مشواره مع نادي الوداد المغربي وأثبت نفسه بسرعة كواحد من أفضل المدافعين في إفريقيا حقق مع الوداد بطولات محلية وقارية وكان عنصر أساسي في خط الدفاع وكل متابعيه يعرفو إزاي بيفرض سيطرته على الملعب بتدخلاته الدقيقة وذكائه الدفاعي لماذا اختار الأهلي؟ طيب ليه أشرف داري اختار الأهلي؟ الكل عارف أن الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا من حيث البطولات والشعبية أي لاعب بيحلم أنه يلعب في صفوف المارد الأحمر؟ الأهلي مش مجرد نادي هو مؤسسة كروية بتضمن لك الشهرة والنجاح وكمان المشاركة في أكبر البطولات القارية مثل دوري أبطال إفريقيا داري شاف أن الأهلي هو المحطة المثالية عشان يكمل تألقه ويحقق المزيد من الإنجازات خاصة وأنه نادي دايماً بيلعب للفوز وبس ماذا سيضيف داري للأهلي؟ لقطات تحليلية لأداء الأهلي الدفاعي السؤال اللي الكل بيسأله إزاي أشرف داري هيأثر على أداء الأهلي؟ بصراحة الأهلي كان محتاج لتعزيز دفاعاته بعد بعض المشاكل اللي وجهها الموسم الماضي داري مش بس مدافع هو قائد في الدفاع قدراته في قطع الكرات وتنظيم الدفاع هتكون إضافة كبيرة للأهلي ومع وجوده الجمهور ممكن يتوقع أداء دفاعي أقوى واستقرار في الخط الخلفي وكمان دعم هجومي من خلال الكرات الثبتة انضمام أشرف داري إلى الأهلي نقطة تحول أكيد الانضمام لنادي بحجم الأهلي مش هيكون سهل فيه توقعات كبيرة وضغط من الجمهور داري هيواجه منافسة قوية مع المدافعين الحاليين وهيكون عليه يثبت نفسه من أول لحظة لكن مع شخصيته القوية وخبرته أعتقد أنه هيكون قادر على التحدي وإثبات أنه يستحق مكانه في التشكيل الأساسية لقطات لداري وهو يتدرب مع الأهلي في النهاية انضمام أشرف داري للنادي الأهلي هو خطوة كبيرة مش بس ليه لكن كمان للنادي وجمهور هل هيقدر داري أنه يثبت نفسه ويكون جزء من نجحات الأهلي في المواسم الجاية؟ ده اللي هنشوفه أريبا متنسوش تقول لنا في التعليقات توقعاتكم لأداء داري مع الأهلي وشيروا الفيديو مع كل مشجعي الأهلي والمغرب عشان الكل يعرف التفاصيل نهاية مع شعار النادي الأهلي وصورة لداري وهو يحمل قميص النادي أشرف داري ينضم إلى الأهلي تغيير قواعد اللعبة أكيد إليك بعض الكلمات المفتاحية المناسبة للفيديو أشرف داري انتقال أشرف داري النادي الأهلي المصري كرة القدم المصرية أخبار كرة القدم الدور المصري صفقات الأهلي اللاعب المغربي الوداد البيضاوي مدافع الأهلي الجديد صفقات الموسم أخبار الانتقالات الدوري المصري الممتاز الأهلي ضد الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه الكلمات المفتاحية ستساعد في جذب جمهور مهتم بمتابعة أخبار كرة القدم والانتقالات وداري هو قطعة أساسية في اللعبة دي استعدوا لأن عصر جديد بيبدأ في الكرة المصرية صوت هدير الشياطين الحمر هيبقى أقوى بوجود داري القوة لتفرض نفسها في الملعب وصوله بيدل على بداية جديدة مش بس للنادي لكن للدوري كله المنافسة هترتعش الخصوم هيبقوا محذرين دا الأهلي وجاي عشان يكسب من شوارع الدار البيضاء النابضة بالحياة إلى مسرح القاهرة الكبير رحلة الأشرف داري هي رحلة موهبة وعزيمة صقل مهاراته مع الوداد وأصبح صخرة في دفاعهم هو مش مجرد مدافع هو قائد ومحارب بيلهم زملائه خزان جوائزه بتحكي قصة انتصار هو داق طعم المجد في الدوري المغربي غزى أفريقيا ورفع كأس دوري أبطال أفريقيا المرموقة دا لاعب بيعرف يعني إيه يكسب على أعلى مستوى بيجيب معاه عقلية الفوز للأهلي النادي المبيردوش بقل من التمييز سحر الأهلي لا يقاوم إنه نادي غني بالتاريخ ومنارة النجاح في القارة الأفريقية بالنسبة للآعب زي أشرف داري طموح ومتحمس يسجل اسمه في أساطير كرة القدم كانت نداء الأهلي لا يقاوم فرصة ارتداء القميص الأحمر الشهير صدمة الموسم أشرف داري ينضم إلى القلعة الحمراء النادي الأهلي المصري مفاجأة من العيار الثقيل هزت عالم كرة القدم الإفريقية النجم المغربي الصاعد أشرف داري يرتدي القميص الأحمر وينضم رسميا لصفوف النادي الأهلي المصري في الفيديو ده هنتعرف سوى على كل تفاصيل الصفقة المسيرة دي وأسباب انتقال داري للأهلي وكمان إزاي هيأثر وجوده على الفريق في المواسم الجاية مستعدين؟ يلا نبدأ من هو أشرف داري؟ أشرف داري المدافع المغربي الموهوب لقدر يلفت أنظار الكل بمهاراته الدفاعية الرائعة وأدائه المتميز مع ناديه السابق ولد سنة 1999 وبدأ مشواره الكروي مع نادي الوداد البيضاوي حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية سرعته، قوته، وذكاؤه في قراءة المباريات خلوه واحد من أبرز المدافعين في إفريقيا حاليا تفاصيل صفقة الانتقال بعد مفاوضات مكثفة وجلسات مطولة نجح النادي الأهلي في حسم الصفقة لصالحه مقابل مبلغ مالي محترم بالإضافة لبعض المميزات الأخرى العقد يمتد لثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لسنة إضافية داري عبر عن سعادته الكبيرة بالانضمام للعملاق المصري ووعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه لتحقيق المزيد من البطولات لماذا اختار داري الأهلي؟ اختيار داري للأهلي مش جاي من فراغ الأهلي معروف بتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة وكمان مشاركته الدائمة في البطولات الإفريقية والعالمية ده بالإضافة لفرصة التطور والاحتكاك بمستويات أعلى من المنافسة داري شايف إن الأهلي هو المنصة المثالية لتحقيق طموحاته الكروية والوصول للعالمية ماذا سيقدم داري للأهلي؟ وجود داري في خط دفاع الأهلي هيكون إضافة قوية جدا قدراته الدفاعية هتعزز صلابة الخط الخلفي وكمان هيضيف حلول هجومية من خلال الكرات الثابتة والتقدم للأمام عند الحاجة جماهير الأهلي أكيد هتكون متحمسة تشوف التناغم بينه وبين باقي اللاعبين والتأثير الإيجابي اللي هيقدمه في المباريات المهمة ردود الأفعال والتوقعات الخبر ده أحدث ضجة كبيرة بين جماهير الكرة في مصر والمغرب الكل بيتكلم عن الصفقة وبيحلل تأثيرها على مستوى الفريق والدوري بشكل عام التوقعات عالية جدا والكل مستني يشوف داري وهو بيقدم أداء استثنائي بقميص الأهلي هل هيقدر يحقق طموحات الجماهير ويساهم في حصد المزيد من الألقاب؟ الأيام الجاية هتقولنا انضمام أشرف داري للأهلي خطوة كبيرة ومهمة في مشواره الكروي وكمان إضافة قوية للكرة المصرية والإفريقية نتمنى له كل التوفيق والتألق مع ناديه الجديد شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات هل شايفين أن داري هيكون صفقة الموسم؟ ولا تنسوا تعملوا لايك والشير للفيديو عشان الكل يعرف التفاصيل المثيرة دي واستنونا في فيديوهات تانية بأخبار وحصريات أكتر من علم كرة القدم سلام والقتال من أجل الألقاب أمام أكثر الجماهير الشعبية في إفريقيا هي حلم أصبح حقيقة داري بيعرف ثقل تي شيرت الأهلي الإيرث اللي مكلف يحافظ عليه هو جاهز لهذا المسئولية مستعد يتحمل الضغط ويحقق النجاح المحاور الرابع عصر جديد في الدفاع تأثير داري على النسور الحمراء وصول داري بيضيف صلابة وخبرة لخط الدفاع الأهلي كراءته للمباراة استثنائية بيحس بالخطر قبل ما يحصل تدخلاته قوية لكنها نظيفة وده دليل على براعاته الدفاعية لكن مش بس قدراته الدفاعية هي اللي هتفرق داري صوته مسموع في الملعب بينظم زملائه وبيتأكد أن الكل في الموقع المناسب صفات القيادة اللي عنده هتبقى مهمة جدا في الحفاظ على صلابة الدفاع الأهلي مع وجود داري في قيادة الدفاع هيبقى من الصعب على مهاجمين الخصم اختراق حصن الأهلي المحاور الخامس محن المصارع تحديات في انتظار داري في القاهرة طريق المجد مليان صعوبات أشرف داري هيقابل تحديات في بيئته الجديدة الدوري المصري قوي ومليان منافسة والفرق كلها عايزة تخطف اللقب من حامل اللقب الضغط كبير جدا علشان ينجح في نادي زي الأهلي الجماهير بتطالب بالفوز وأي نتيجة غير كده مرفوضة داري محتاج يتأقلم بسرعة مع السرعة وقوة الكرة المصرية محتاج يكسب ثقة زملائه وحب الجماهير من خلال أداؤه في الملعب المحاور السادس نجم في المستقبل مستقبل داري انضمام أشرف داري للأهلي زي الجنة هو عنده الموهبة والعقلية والرغبة علشان يبقى أسطورة في النادي وصوله بيقوي دفاع الأهلي بشكل كبير وبيخليهم أقوى أنا متوقع مستقبل باهر لداري مع الأهلي هيقابل تحديات بس عزيمته وإصراره هيساعدوا يتخطاها استعدوا شوفوا النجم بيظهر أشرف داري جاي علشان يكسب والأهلي هو مسرحه انتقال المدافع المغربي أشرف داري إلى نادي الأهلي المصري أحدث ضجة كبيرة في كرة القدم الإفريقية داري المعروف بمهاراته الدفاعية الاستثنائية وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد وتعد هذه الخطوة خطوة استراتيجية لتعزيز دفاع الأهلي والمنافسة على مستويات أعلى الجماهير تترقب بفارغ الصبر تأثيره على الفريق والدوري مما يزيد من التوقعات لتحقيق البطولات المستقبلية